الزملاء الأعزاء الزملاء الأعزاء الأصدقاء الجران الأخوة الأخوات حييكم بكل تحية بتحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم بتذكرة الشباب اللي هم بيحبوا شهر محرم شهر أحد أجل أجل الحرم أن اليوم تسعة محرم وغدا عشرة محرم عشوراء وعشوراء دي فيها أكتر من مناسبة جميلة لنا جميعا أول مناسبة لنا اللي هو اللي هو النجاة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من الغرق لما كان بيعمر البحر وربنا قال له ادرب بعصاك البحر فنجا سيدنا موسى عليه السلام ولم ينجو في العون وملئه أو وجندي دي مرة واحد التانية كانت غزوة ذات الرقاع اللي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بث الله سبحانه وتعالى الرعبة في قلوب الكفار التالتة اللي هي استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في هذا المشهد المهين المريع في كربلاء كذلك نحن نرفض ما حدث للحسين عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا نحب آل البيت وكلنا نعشق آل البيت وفيه نقطة أو نقطة أو نقطة أو نقطة أو نقطة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمه أن المسلمين في المدينة يحتفلوا بنجاة سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام قال نحن أولى من موسى وكانت نصيحته أن هو يسوم التسوعة مع العشورة أو العشورة مع الإحدى عشر فهنيئا لمن صام اليوم وهنيئا لمن يسوم غدا إن شاء الله هو اليوم الذي نقى الله فيه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وده برضا كاليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه أعتقد والله أعلم سيدنا آدم من الجنة وغفر الله الله سبحانه وتعالى وكذلك اليوم اللي نجى فيه أعتقد والله أعلم سيدنا نوح من التوفان نبدأ الكلمة اليوم كذلك بالتحدث عن ثلاث أشياء أتت لي بهم صفحتي على الفيسبوك وهي كلمة من كلمات الخالدة للإمام المجدد الفقير الأفغاني والتانية اللي هو حدث حدث الأسبوع اللي فات أو الذي قبله والتالتة كلمة أنا كنت أتتها على الفيسبوك منذ حوالي 8 أو 9 سنوات وفي الأول أشكر أستاذة آية بو زينب على عرض الشرائح اللي عملته أما الرسم اللي أنا عملته ده فحشرحه ليكم فيه ما بعد إن شاء الله طبعاً ننقسم الكلمة اليوم إلى ثلاث أجزاء أنواع الشهوة الأفغاني العالم المفكر الفيلسوف المجدد ومن المنعون في كل أديان كما قال الأفغاني وثم كلمة أنا كنت أتتها منذ أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات على الفيسبوك من يحبون الوطن وخصائص من يحبون الوطن كلمة شهوة لغوياً هي رغبة النفس في عمل ما تحبه وتريده يعني هي رغبة رغبة النفس في عمل ما تحبه وتريده وهي ما يشتهيه المرء من الملذات المادية ما يشتهيه المرء من الملذات المادية ده التعريف اللغوي في معاقب اللغة العربية فلسفياً كما قال في أحد النصوص الشهوة يتولد منها رغبة والرغبة يتولد منها عزيمة والعزيمة يتولد منها عمل يعني هي بتبدأ بشهوة ورغبة وعزيمة وعمل وهذا هو الفعل المبثق عن الشهوة الشهوة بتؤدي إلى عمل إما عمل حميد أو عمل غير حميد إما عمل حلال أو عمل غير حلال في أنواع زي ما أنا كتبتهم اليوم وده مش كل أنواع الشهوات أو الرغبات اللي إحنا بنتكلم عنها أنا عملت عشر لك ممكن يكونوا عشري ممكن يكونوا خمستاشر ممكن يكونوا خمسة ستة سبعة زي ما أنتوا تحددوا يا شباب طبعا أشهر الشهوات دي دي أنا مرة واحد من الشهوة الجنسية وطبعا كل العالم لما تذكر كلمة شهوة يذكره فقط أو يتذكره فقط الشهوة الجنسية بين الرجل والمرأة وعزو والعزو بالله دلوقتي أصبحت بين الرجل ورجل ومرأة ومرأة وأصبحت بينها حتى بعض البشر والحيوانات الأخرى الشهوة في الطعام والشراب الملبس والمسكن الحب الظهور والشهرة السلطة والقيادي أصبح كل شيهوات يعني رغبة جامحة أني أنا أقود ويكون في إيدي سلطة أتحكم فيها في عباد الله سبحانه وتعالى ومقدراتهم الشهوة في الجريمة فيه ناس بتحب تقتل فيه ناس بتحب تقتصب فيه ناس بتحب تسرق فيه ناس بتحب تدلس تختلس إلى آخره الشهوة في التعذيب لما يلاقي الفريسة قدامه بيعذبها وهي بتسرق بيبقى يتلذذوا من سماع أصوات المعذبين والمضطهدين وضراعة المضطهدين لله سبحانه وتعالى كي ينقذهم من هذا الاضطهاد الناس بتكون شهوة في المال بس تبقى تسرف كل فلسها على الملبس وعلى السكن فقط ما بش أي حاجة تانية إلى آخره الانتقام يعني الانتقام من الآخر إذا حد غلط فينا زمان وأخطأ فينا زين سيدنا يوسف لما قال لي أخواته لما رمو في البير أخواته رمو في البير تقف قال له إيه لما راحوا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منى الله علينا فزعلوا بقى أنهم لا تسريب عليكم اليوم أينما يغفر الله لكم ده عملنا سيدنا يوسف مع أخواته اللي رمو في البير وكانوا عايزين يقتلوه عملنا رسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اللي طردته أتلت المسلمين وشردتهم وعذبتهم وأخذت الأموال وصرقت أموالهم واغتصبوهم إلى آخره إلى آخره لما دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام قالوا لهم ما تظنون أني فاعل بكم يا أهل مكة يا من طردتوني وشردتوني إلى آخره وعذبتوني وأهنتوني إلى آخره قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم كلمة خالدة إلى أبد الدار اذهبوا فأنتم الطلقاء أما الانتقام والإزلال والتنذز بالتعذيب والاتهاد والتعذيب هذا ليس من دين الإسلام وهذا ليس من عقلتنا وهذا ليس من قيمنا وأخلقنا على الإطلاق المعاناة والتألم تبقى أنت تبقى كده سعيد ليس أنت يبقى الإنسان سعيد من اللي قدامه ويتألم دوس علي كمان زيادة دوس ليه خلاص خلاص تركوا الرب سبحانه وتعالى ولا تركها الرب دي أنواع من أنك تبته أنا بقول ليه كل كلمت عنه ده وإيز دخل الإمام الأفغاني جمال الدين الأفغاني بالشهوة بحب الوطن كنت أنا من كم يوم كده أو من أسبوع أو أكتر بتفرق في التلفزيون على مراسم نقل اللاعب الموهوب الأرجنتيني مش كده بردك أرجنتيني أعتقد أرجنتيني مليون الميسي من برشلونا إلى بارسجنس سان جرمان وهو كب بيبكي لأنه قاعد أعتقد يلعب في بارسجنس سان جرمان أكتر من عشرين سنة إلى آخر طبعا المراسم دي مش مستقربة لأنه لعب فناني وعالمي وموهوب كبير جدا 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 واتنقل من مكان إلى مكان آخر إيه بقى اللي مكانش طبيعي المشكلة التغطير الإعلامية المكثفة اللي غير عادية فهل هي كانت طبيعية أم كانت مدفوعة الأجر من المانحين اللي هم رؤساء هذه النوادي دي نمرة واحد حجم الأموال اللي دفعها رؤساء هذه النوادي وأنا أركز على ناديين نادي اسمه باريس جانسان جيرمان اللي هو فيه ليونيل ميسي والتاني اللي هو اسمه مانشستر سيتي اللي احنا عارفينه طبعا ودون من أشهر وأكبر النوادي في العالم حجم الأموال اللي بتنفق على شراء ونقل هذي هؤلاء اللاعبين من مكان إلى مكان ونظرنا لهدين الناديين وهدين الرئيسين لهدين النوادي اللي هم من أصل عربي وكم كمية الأموال التي صرفوها في خلال السنوات القليلة الماضية على شراء لعيبة وكذا 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 قد تصل إلى مليار أو أكتر من اليوروهات ده اللي أنا بتكلم عليه يعني أدي إيه احنا بنصرف على هل ده معنى أنا بحب بكره الكرة لا أم بكره شكرة بالعكس أنا بحب الكرة وبتفرج عليها بس أنا عايزكم أنتم يا شباب اللي سمعيني النهاردة تروحوا وتعملوا موزانية وتشوفوا كم صرفت من هذا النادي صرفوا من هذا النادي على شراء لعبين تحت رئاسة هذا المسؤول العربي وكم صرفت في الناديين يعني تلت حاجة خلفية ومنشأ هؤلاء الرؤساء شباب صغير بسم الله ما شاء الله الاتنين في الأربعينيات من عمرهم شباب وربنا فتح عليهم بالذكاء والعلم والمعرفة والمال سلطان المال نمرأ أربعة وإحنا 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 في عالم كل المؤسسات بتعاني فيه من نقص أحد من ميزانيات الإنسانية حتى الأم المتحدة تصرخ حتى الاتحاد الأوروبية يصرخ إلى آخر أكذا لم يكن أشدر لهؤلاء جزام الله خير هذين الشابين بصرفوا أنا مش هايزة أدي ميزانية معينة لكن بولي كنتم أعمروا الميزانية حتعرفوا كم لاعب اشتراه منشستر سيتي وكم لاعب اشتراه باريس سان جيرمان في خلال السنوات القيامة الماضية وشوفوا داي التكلفة تأديها وكنت أتمنى أن يكون في مبلغ إن شاء الله نصف أو ربع هذا المبلغ يصرف على قضايا كبيرة جدا زي القضايا السورية القضايا اليمنية القضايا الأوليطريية القضايا لبنان العراق فلسطين القدس المسجد الأقصى مسلم الروهينجا وكشمير ونيجور الفقر في العالم كله في الكونجو الديمقراطية وفي الشاد وفي شرق أفريقيا وغرب أفريقيا أمريكا أمريكا اللاتينية الآخرة والدول التي تعاني من الحرائق بقالها أسبوعين دواتي أوتات أسابيع زي تركيا وقبرص واليونان وأطاليا وروسيا والجزائل وتونس وغيرهم 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 ده الملاحظة إن أنا بحطها على الطاولة إن أنا بتكلم معاكم فيها وذلك خلاني وأنا بأتفرج أو بأشاهد مراسم ناقل اللاعب الموهوب المبدع ليونيل ميسي من بارشلونا لبارشلانزرمن هنسمي لذلك موحد من الشياء وقالي طب هتسمي الكلام ده إيه إنت بتتكلم كده كتير وبتلخبطنا أنا أسميه أحد خمس أو ستة أشياء هنا أول حاجة عدم إدراك وقلة وعي وجهل دي المرة واحد دي المرة اتنين عدم إنسانيات الانتماء الحقيقي لهذا الكوكب الخلائقي الناس عايشة في الكوكب بتاعها عملت نفسها كوكب لوحدها ومنعزروا عن الخلائق اللي موجودة كلها التالتة اللي الرغبة الجامحة في اللي هي الشهوة لدى الأفراد في الظهور الإعلامي أنا عايز أطلع في التلفزيون إن شاء الله تفع مليون إن شاء الله تفع أكتر مش مهم بس تظهر نمر 4 اللي مبطاح أمام المنظومات الغربية الجديدة اللي هي ايه المنظومات أخرى علشان تبرز إننا حضاري لأن كتير جدا في الغرب هنا من من الرؤساء الأندية حينما يكون من رجال الأعمال مرموقين يكفلوا نادي علشان يكون ده جزء من الوجاهة الاجتماعية والمجتمعية وأنا حرصا على أبراز تحضرهم الوطني وأنا ده هو جزء من صناعة الجديدة اللي ما تكلم عنها بقى أنا كلام ده ده كلماتي اللي أنا أعينها دي سياسة التحضر المدني الإنساني الجديدة فيه سياسة لكل شيء بتحصل كل يوم وأنا مش أخدين بنا منها نمرأة خمسة ممكن تكون غافلة من حسنينية حد يذكرهم خلاص لكن والأسف مع السوشال ميديا ومع الكثافة الإعلامية للتغطية من أفغانستان وما بين اللي بيحصل في الهند واللي بيحصل في أفريقيا واللي بيحصل في أمريكا اللاتينية واللي بيحصل في كل مكان في العالم صعب أنها تكون غافلة مع حسنينية يعني ومع ذلك أنا بيوضح وعمل إداحة استطراك أنا أنا لا أهاجم أي من هذه الشخصيات والأتنين الشابين دول على عيني وراسي ربنا يبقى أكلهم في أموالهم وفي شركتهم وفي تجارتهم إلى آخر إلى آخر وفي أعمارهم وأولادهم إلى آخر ولا بيهاجم النجوم نوهبين زي ميسي وكريستيان أرنالدو وكل الأربعة ولا بيهاجم الرياضي ولا بيهاجم الرياض ولا بيهاجم كرة القدم ده احنا كنا بنسميها الساحرة المستديرة كنا بنقعد نتفرج عليها بالساعات وإحنا شباب على الإطلاق بس اللي أنا عايزه الإنصاف والاسترشاد والإحسان إلى الجميع زي ما أنا بحب الكرة بعشقها أعشق محاربة الفقر محاربة المرض محاربة الجهل محاربة الحرمان كل هذه الأشياء كذلك أعشق حب الإنسانية للجميع حب الخير للجميع كذلك ده كان هو مدخلي لما شاهدته في المحور أو النقطة الأولى من الثلاثية اليوم أما النقطة الثانية من الثلاثية اليوم فهي مقولة الفيلسوف المجدد المفكر جمال الدين أفغاني الذي ورد في أسدباد ومات في اسطنبول في قصة كبيرة جدا عن كيفية موته أو قتله وكام يتنقل ما بين في آخر أيامه ما بين اسطنبول وإيران ومصر وأحب مصر وعاش فيها وزارة أكثر من مرة وعاش فيها وفترة كبيرة جدا والخديو إسماعيل إداله يعني مساحة كبيرة جدا اللي كيكون هو من أحد أعظم مفكري مصر في هذا الوقت قال إيه بقى من هو الملعون في دين الرحمن زي ما قالوا في الكلمة الكاميلة اللي حطاها هذه كلها واللي هي واقع حقيقي لما نراه ونلمسه ونعاني منه الآن 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 الملعون في دين الرحمن من يسجن شعبا يخنق فكرا يرفع صوتا يسكت رأيا يبني سجنا من يرفع رايات التغيان هذا ملعون ملعون في كل الأجان من يهدر حق الإنسان قبل أن يكون هناك مؤسسات الحفاظ على حقوق الإسلام في الغرب أو في الشرق حتى لو صلى أو زكى أو عاش العمر مع القرآن ما هي الفائدة من أنك تكون حافظ للقرآن تبكي حينما تسمعه ثم تقيم الليل به وفي اليوم التالي تظلم وتسجن وتكذب وتكذب ما ما فائدة القرآن وما فائدة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغير ما فائدتها يبقى منعون ملعون يسجن شعبا في شعوب حاليا كتير مسجونة عشرات ومئات ملايين مسجونة داخل محيط الوطن إنهم ما عايشين فيه في مفكرين عظماء موجودين بين أيدينا وبين أزهرانينا مش قادرين يخرج الفكر بتاعهم خشة من السجن خشة من العذاب وخشة من البطش في كتير من أصحاب الرأي والرؤى يقلدوا ويعذبوا ويحبسوا ويعتقلوا وينفوا ويأتيهوا في الأرض ويشردوا ملعون من يسجن شعبا يخلق فكرا يرفع صوتا يسكت رأيا حتى من يسكت رأي الآخرين فهو ملعون في دين الرحمن كما قال المقدد سيد جمال دين أفغاني من يبني سجنا من يبني سجنا ملعون ملعون أيضا من ينفع رايات التغيان ملعون في كل الأيديان من يهدر حق الإنسان أي إنسان أي إنسان أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم على ثقافتك أو على غير ثقافتك على ثقافتك أو على غير ثقافتك على دينك أو غير دينك حتى لو لا يجملنكم شنعانه قومنا على تعدله حتى أعداءنا إذا كان لهم حق عندنا فلابد أن نعطيهم هذا الحق ولا نظلمهم حتى لو صلى أو زكى أو عاش العمر مع القرآن رحم الله المجدد ما هي اللعنة بقى اللي بيتكلم عنها السيد جمال دين الأفغاني أنا طلعت بعض الفلسفات الأديمة كما بعض التعريفات ففي الفلسفات الأدينة والأقديمة الدينية والعقائد هي أي رغبة صريحة في أن تصيب المحن أي شكل من أشكال السوق في أن تصيب المحن أو أي شكل من أشكال السوق الحظ كيان أو شخص يعني معناها إيه؟ أنا أتمنى أن ربنا يأخذك أتمنى أن ربنا يخصف فيك الأرض أتمنى أن يجع على الناس دول الشعب كله ربنا يحرقهم أو ربنا يأخذهم أو ربنا يزلهم كده دي إيه؟ ده هو ده اللعنة ليه؟ على وجه الخصوص وقد تشير اللعنة إلى الرغبة بإلحاق الدرب الآخرين من قبل أي قوة خارقهم من الطبيعة كالصلاة والسحر نوع بقى إيه؟ نشعوز بقى ونعمل صلاة والسحر وكذا 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 والعمل إيه؟ اللي هو بيعملون الناس علشان يصيبوا الضغط بالآخرين به في اللغة العربية هي لعنة الله لعنة الله هي العذاب والطرد من رحمته وخيره والعذاب والسخط والنقم والسبب الرئيسي من هذه اللعنات التي تتصب عليها هؤلاء الأشخاص هو أو هو أعملهم الشريرة أعملهم الشريرة التي تجعل الناس العنوهم في كل مكان وفي كل زمان أو في كل وقت وفي كل حد بنوصوا لأنهم أشرار في منهم يعيشون بيننا كثير منهم للأسف أشهر اللعنات لأنا طلعتها من أحد المقالات موجودة عندكم لعنة توتعان خأمون لما اكتشفوا السبع أو الثمانية اللي اكتشفوا بعضهم أصيب بالتسمم في الدم بعضهم اتقتل وبعضهم منطح طيب الآن سألوا على نعنت تتعان خأمون اللعنة الثانية اللعنة تقال كيندي لما تقتل جون كيندي بالرصاص وبعدين تقتل بعد كده هو أشقيقه باب اللي وكان حيكون يكون يترشع نفسه للأسل الأمريكية وبعدين روزميري كيندي برضاك حصل لها مات في عملية جراحية وبعدين تت كيندي برضاك حصل مات في سيارة وبعدين أربعة من العائلة ماتوا في طيارة فالناس قالوا دي لعنة آل كيندي دي لعنة إيه آل كيندي خلاص خلاص في حاجة اسمها لعنة الرجل التلج الأوتي اسمه أوتي أكتشفوه ما بين حدود بتاعة إيطاليا والنمسا عام 1999 وكان مجمد تحت التلج لمدة خمسة ألاف سنة وقال لنا بقى لما اكتشفوه سبعة من اللي هم اكتشفوه دول أصيبوا الموت أو الحرقة كل هذه الأشياء قالوا عليها لعنات مشهورة أنا طبعا أؤمن بالحسد لأنه مباقة في القرآن والعين لأنها قدت في القرآن والسحر لأنها قدت في القرآن لكن هذه اللعنات ألوم بها يعني والله أعلم دي كلمة أنا كتبتعها على فيسبوك عندي من عالي عشر سنوات تقريبا اللي هو رسالة من هم اللي بيحب الوطن من هم اللي بيحب الوطن هم دول هم دول هم دول وغيرهم كذلك من يحبون الوطن من يحبوه يقزم غيزه ومن يقزم غيزه يتنازل ومن يتنازل يتسامح ومن يتسامح يغفر ومن يغفر يحسن ومن يحسن يالا الوطن ومن يالا الوطن يصبح من المحسنين لأن ساعة الغدب بننسى ما بنشوفش ما بنسمعش بننسى ننسى القضية بتاعت الوطن ونفتكر الشخص اللي قدامنا ده كله بعزين ندمره يكزمنا الغيز والعافينا عن الناس وليحب المحسنين هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كزمت غيزي عفوته عنك ثم كن حرا وعافى عن العبد الذي قتل ابنه وبقى قال له اذهب فأنت حر تخيله بعد ما قتل ابن فده الكازمنا الغيز ولا عافينا عن الناس والله يحب المحسنين فإن كنا نحب الوطن لابد أن نحسن إلى الوطن دي نمر واحد حب الوطن إيمان برسالة بذات إيه بناء وحدته والإيمان عمل بناء الإيمان بس مش بقين كده بقين بكس في في المحاضرة لا وليس كلام في فضاء مش خب الجمعة مش درس مش بيان لا الإيمان عمل بناء وليس كلام في فضاء حب الوطن تآخي ومشاركة زي ما رسل عصام آخ بين الأنسان ومهاجرين وليس تنافره من فرقة زي ما ترع يجري كبير المنافقين في المدينة من قال للعبد بتاعه اجري امشي من جنبي يا حسن يا حسن أعتقق عبد الله بن أبايد بن أبي سلو إنه عطاء بلا حدود لتقديم الولاء لمين للوطن المحبوب عطاء لتقديم الولاء الوطن من أجل إسعاد الخالق المعبود والعبيد في نفس الوقت والحب والحفاظ على مقدرات الأوطان اللي بتتسرق دلوقتي بتتسرق من كل الدول اللي احنا شافنا وكل يوم بنشوف وبنسمى بنشوف وبنسمى اللي سرق بقرة هيجي يوم القامة شايلها عن رأسه قدام ربنا واللي شلق واللي سلق عربية هيجي يوم القامة شايلها عن رأسه قدام ربنا واللي سلق حتة أرض متر ولا مترين ولا عشرة ولا عشرين ولا فدان ولا هكتار ولا دونما هيجي يوم القامة شايلها عن رأسه مفضوح 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 أمام الله سبحانه وتعالى والحب هو محفظة على مقدرات الأوطان وتصحيح مسئلة الشعوب وقراءة وطنية لموسوعات التاريخ اللي عملتها الأوطان اللي عاشت على ظهر هذه المعمورة في هذا المجتمع وداخل هذه الرقعة الجرافية وحب الوطنة هو بناء لشخصية الأجيال كذلك وضع عشر الانتماء الوطني وأرساء قواعد المصالحة الوطنية ده حب الوطنة أنا مش بنهزر مش بنهزر زي المنافقين الإعلاميين من روايبادات اللي بيتكلموا دول كلها الحب الموسوعة وسنفونية مني بيعزف تعزفها أوطار الحناجر فقط التي يمتلكها كل مواطن محب الوطني أوطار الحناجر فقط التي يمتلكها كل مواطن محب الوطني يبقى موسوعة وسنفونية تعزفها أوطار الحناجر التي يمتلكها كل مواطن فنحن محبين لأنفسنا لنمر واحد لزعمائنا لنمر اثنين لأحزابنا لنمر ثلاثة لجماعاتنا لنمر اربعة لأهوائنا لنمر خمسة لأوطننا لربنا أسئلة كل واحد يجب أن نفسه اسأله أنفسكم قبل أن تسألوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم واستعدوا اليوم العرض الأعظم السؤال الشخصي والإجابة الشخصية بالنسبة لأولتهم دول فلا تهينوا الأوطان بإيه بقى اسمعوا دي بقى اللي هي بدايق الناس ومتخليهم يبقوا عرفانين مني ومصنفني مصنفني بالشخصنا للفرد السياسنا للسياسة الجمعنا للجماعة للحزبنا للحزب والزعمنا للزعيم لحنا عايزين شخصنا ولا سياسنا ولا زعمنا ولا جمعنا ولا حزبنا اسألوا نفسكم هذه الأسئلة أو نسألنا أفسنا هذه الأسئلة يبقى أنا استعدت معاكم بتلات نقاط اللي هو الأولى كنا بنتكلم فيها عن الشهوة وأنواعها التانية بنتكلم فيها عن الملعون في فكر المجدد جمال الدين أفغاني رح مطلع عليه التالتة كانت كلمة أنا كتبتها منذ قرابة عشر سنوات الشهوة أو الرغبة الجامحة موجودة عند كل الناس وعند كل البشر وعند كل الخلائق ليه من أجل العفاظ على الأجناس بتاعتهم ودي غريضة حلال وفطرية وضع الخالق سبحانه وتعالى من القيام بوظيفه لكل الخلائق لكل الخلائق من أشهر بقى أنواع الشهوات هذه أنا قلتها طبعا الشهوة الجنسية سواء كانت في الحلال أو في الحرام جمع المال واختنائه البنون المال والبنون زياد الحياة الدنيا ربقية صلاحات وقالي عند ربق سواء أقوى السلطة والسلطان والمجد حب الظهور ونجوم دول أكتبر خمس شهوات أنا في نوع لأنه ما يعني مشهورين أو أولاد وأكترهم اشتهارا كلمة شهوة لما بتعود حطاه بتدخلك في الجوجل على مناظر سيئة والعياذ بالله ولكن الإسلام جه وعالج النفس البشرية ونفس ما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خابت من دساها كذبت ثمود بتغواها إذن بعض أشقاها عالجها في إيه بقى في الحديث الحديث رساله سلام في أقوال العلماء وفي آيات الله سبحانه فالأولى المال والبنون ذات الحياة الدنيا لكن ربنا نتكلم بعد كده والباقيات الصالحات وخالنا عند ربك تقول خالنا أمل إيه بقى البياقات الصالحات النوايا والهمم يقام الصلاة والسنن والنوافل كافة أعمال الصالحة التي تنفع المجتمع والعباد ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والتكبير والتهلي وكثرت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله صلى الله الأمر بنعف نهاية عنه تبا دي البياقيات الصالحات وحذرنا المولى سبحانه وتعالى من هؤلاء اللهم يعني نحبهم ونعشقهم يعني في بعض الناس بتوصل عنده درجة الانتماء إلى العبادة إنما أولادكم فتنة والله عند رجل يهم الولاد حذرنا من حب الأولاد الشديد يا ياردنا منه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم خلي بالكم شدة الحب والرغمة لحب الأولاد والأزواج لما أصلا قد يكون عدوا لكم وأن تعفو وتصفحو وتغفو لفو أنه في الرحيم والقادمين الغاز نتاب لك دو والعافين عن الناس والله يحب المسحنين يعني بالعفو والإحسان كل دي وسائل من وسائل مجاهدة نفسها ومحاربتها وتهذبها لكي تكبح شهوتها أما من أحديث رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله قال رسول الله صلى الله أنا زعيم ببيتي في الجنة بربة الجنة يعني أنا ضامن لك يا أختي وضامن لك يا أخي وضامن لك أيها الإنسان بيت في وسط الجنة لمين لمن ترك المراء الجدل الجدل وهو محق وهو عنده الحق وهو عنده الحق أن يجد لكن ترك الجدل وعن جابر بن رسول عصاصم قال ما أسكر كثيروك في قدره حرام ساعات الناس يقول لك لا أصلاح حشرة بقبيرة وذا ما يسكر دي شهوة دي شهوة لكن الأصل ما كان كثيروه ما كان كثيروه مذكر قليله وحرام يعني الأربعة الأعمة أحمد والأربعة قالوا أخرجوه وصحوه وصحب عبد ضحبان بحضر ما أسكر كثيروه فقليله وحرام ورسول صلى الله عليه في تعليماته وتوجهاته قال المجاهد من جاهد لنفسه في الله عز وجل يعني جعل كل جهاد نفسه إرضاء لمرضات الله سبحانه وتعالى والمصطفى صلى الله عليه تلاتة من فعلهن ذاق طعم الإيمان أولها عبد الله وحده لا إله إلا الله اتنين أعطى زكاة ماله طيبة بها نفس يعني هو بطلع كده فرحان أنه بيعطيها مش يساتر ما توريها ليش ما تقوليش عدخب كام طيبة بها نفسه رفضة في كل عام كل عام أنا عندي مليون بطلعوا يلا بسم الله بشاء الله يلا شباب شروها وذنبالكم وذكى نفسه فرد الصحابة عن مصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يعني إيه ذكى نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهم أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث ما كان أو معها حيث ما كانت في كل مكان في كل مكان وهذه اللي هو اللي هو تسكية نفسه أعلى مراتب الإيمان ففي حديث عبد عمر عبد عدوانو عن رسول الله صلى الله عندما جاء جبريل يعلم رسول صلى الله من إيه الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم قال ما الإحسان اللي هو دخلنا عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن رأك يعني إيه خلي بالك حتى وانت في الحمام لوحدك بتستحمى أو انت في الحمام ووحدك بتستحمى حتى وانا بنقل عدومنا نحس أن في ملايكة قاعدين معنا بيتفرجوا علينا وبيتشوفونا نهيك على أن ربنا صلى الله وقتنا معنا في كل مكان وفي كل زمان أما من العارفين بالله ميمون بن مهران قال إيه لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه محاسبا لها محاسبة الشريك لنفسه أو الشريك لشريك ولهذا قيل النفسك الشريك إيه الخوان اعرف أن نفسك شريك لك بين جنبيك ولكنه شريك خائن إن لم تحاسب هذا الشريك ذهب بمالك ذهب بمالك النفسك الشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك وروا أحمد عن وهب قال مكتوب في حكم داود عليه السلام حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات أربع أي أربع ساعات أربع واحد اتنين ثلاثة أربع الأولى ساعة يناجي فيها ربه هو بنه بن ربه التانية ساعة يحاسب فيها نفسه التالتة ساعة يخلو فيها مع إخواني وأخواتي الذين يخبرونه أو يخبرونها بعيوبها أو بعيوبها ويصدقونه 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 ومشينافقونه ويصدقونه عن نفسه والأخيرة ساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها أيه إنسان يحب حاجات يعملها ممكن يعمل حاجات دي فإن هذه الساعة اللي هي ساعة الخلوة في الراحة دي والملذات تعين على الساعات التالتة الأخرى يبقى ساعة يناجي فيها ربه حاسب فيها نفسه اتنين يخلو فيها مع إخواني بنصحو تلقى الأخيرة اللي هو بها بينها وبين لذاته فيما يحل بما هو حلال 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 قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن قل إن آباءكم وأبناءكم الأباء وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال يقتنوا وطفوها وتجارة تخشون كسدها ومساكنها ترودها أحب إليكم إن كانها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاتهم في سبيل فتربصوا حتى يأتوا أموال يعني شوفوا خلي بالكم دول دول أكتر الأشياء أنتوا بتحبوها فتربصوا حتى يأتوا الله ورسوله فتربصوا انتظروا حسن أنتم هتحن بتقول ها أنتم عندهم أولوية عن الله ورسوله وجهاتهم في سبيل تربصوا انتظروا وهذه الدلالات لنص فبوسي نستطيع كبحك جماعة شهواتنا ترود أنفسنا وغالبتها تردتها وإنقاذها من زيف الدنيا وسوء العاقبة فما كان فكما جاء في الحديث الرسول عصران قال الكيس من هو الكيس لو الفطن الذكي الورع التقي الكيسة الذكية الفطن الورع التقية من دانت أنفسهم وعملوا لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعملوا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها يعني يخلي نفسه مشي زي ظل هواها كأن الهوا بتاع النفس له الظل والنفس المشي في الظل ده ثم تمنع الله الأمان أم عليش بأس لربنا كريم وربنا غفور وربنا كلا طيب يا ورحمته حلوة حلوة أوي أوي لا حسناه الترمزي ده كان فيه مقالة اسمها منهج الإسلام في تسكية النفس الرفرنس موجود تعددولك الدكتور آناس كارزون إيه بقى كلام الأفغاني هو دي النقطة الثالثة في النقاش أنا لا تبكلم معاكم على مستوى أننا بنقشها كأننا عندنا رسالة بنقشها مع بعضها ومين هو الأفغاني ده ورد في مدينة إحسداباد في 38 1829 منتصف القرن التسعة وتوفى في مدينة إسطنبول في عام 1897 يعني ما عاش ما كملش ستين سنة ثم نقل جسده لمدينة كابل في عام 1844 منتنام زيته الإمام محمد عبد طبعا زي ما قلت قبل كده حينما أصبح عالما كان بيتنقل ما بين إيران وما بين تركيا وما بين مصر ومصر حبيب يترحيب كبير جدا 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 وهو أحد أعلام من أهم اهتماماته في ذلك الوقت اللي هي الوحدة الإسلامية مواجهة الخطر الغربي وهو أحد أعلام التجديد في عصر النهضة العربية والإسلامية الحديثة الإمام اللي هو جمال الدين الأفغاني ولقد دخص سيد جمال الدين الأفغاني تعريفه لخصائص الملعونين في دين الله في التالي أول حاجة تقوية حريات الشعوب والتي أدت إلى قتل الفكر والإبداع والابتكار والتجديد الفقه والتوالف معه وده موجود الآن موجود الآن موجود وانتوا شايفينه معايا كل يوم تحويل مجتمعات إلى سجون فسيحة مطرمية الأطراف فيها بعد فيها مليون كيلومتر مربع تختلف عن الأخرى لكن كلهم يقمعهم بالإضافة إلى بناء سجود خرصانية أخرى يعني السجن الكبير ده اللي بسحته مليون ولا 2 مليون كيلومتر مربع عن ابنهم كمان تجون أخرى متخصصة كده شيك وحلوة من الخرصانة والحديد المسلح يحروسها شعواتين من الإنس أشدوا عداوة على البشرية من شعواتين الجنة نشر ثقافة الفلسفة القمعية السلطة في إيد مين؟ في إيد من يملك السلاح سواء كان من الأمن أو كان من الجيش نشر ثقافة الفلسفة القمعية وجعلها أخلاقيات وخيم إنسانية نشر ثقافة تحويل الإيمان العقيدي أخطر شيء أخطر شيء إلى تقوس شعائر ترانيم تمائم أشعار ملابس ألوان مظاهرات إذا فات سحرة فرعون كان عندهم له ملابس وعندهم ترانيم وعندهم دخان وعندهم 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 ومع ذلك أمنوا بموسى عليه السلام أما هؤلاء لا لا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى تحويل الإيمان العقيدي إلى تقوس شعائر ترانيم تمائم شعارات وأشعار ملابس وألمان مظاهرات وهتفات حتى هؤلاء الذين يقودون حريات الشعوب فهم من الملعنين وإن كانوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويقيموا الليل بالقرآن كبهم فأبدأ زي الله سبحانه وتعالى ما قال سيدنا جبريل على الرجل العابد المتنسك في قرية ظالمة ما كانش بقاب المعروف ولا أنها عن منكر إن الدينة في النظر الأفغاني منظومة منظمة ليس أي منظومة منظومة منظمة من الأنظمة داخلها تتنظم بروب حياة كافة الخلائق وفق ناموس الكون الأعظم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لكل هذه الخلائق لماذا؟ لماذا؟ لسهولة الحياة على ظهر معمورة هذه على ظهر معمورة واكتشاف كنوزها تعرفوا يا شباب لأربعين سنة حرب على أفغانستان لما الناس بتشوى الناس اللي فيها دوقتي إزاي ليه؟ لأن أفغانستان من أغنى الدول اللي فيها مناجم ومعادن نفيسة وغالية جدا كل الناس عايزة تستولي عليها تستولي عليها نفس المكان ما في الكونجو نفس الكلام في تشاد نفس الكلام في اليمن نفس الكلام في وسط أفريقيا لكن ضباع الإنسانية وذئبها وتعالبها وعقاربها الذين يلبسون لباسه الإنسانية المعذبة ويسفكون الدماء ويمتصون الدماء ويساقون المقدرات هم الذين يشعلون نار الحروب دي بقى الدين في نظر الأفغانية مرة أخرى رحمة الله عليها ومنظومة منظمة من الأنظمة لتنزم دروب حياة كافة القلق وفق ناموس الكون الأعظم هذا وضعه القلق بسهولة الحياة على ظهر معمورتها واكتشاف كونسها والتمتع بخيراتها وفق ما تقتضيه الحاجات الزمانية والمكانية التي من ثوابتها المتغيرات من ثوابتها هذه الحاجات من ثوابتها هذه الحاجات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية أي أن الدين لا يحكم المجتمعات إلا بهذه الشروط العلم والتعلم الفقه وهذا كان دايدا الدين الإسلامي حينما كانت أول كلمة انزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ بمعنى اقرأ الموسوعي المعرفي أن الدين لا يحكم المجتمعات إلا بالعلم والتعلم للجميع الفقه والتفقه الفهم والتفاهم السؤال والمساءلة الحرية والاطمئنان العدل والإحسام السلم والأمان الورع والإيمان الاستنباط والإذعان الدليل والاستمعان القبول والإلمان المعرفة والاستفهام المساواة والاحترام التقدير والنظام الجد والانتظام المشاركة والالتزام 32 نقطة داخل 32 منهج مش نقطة منهج داخل منظومة كيف يحكم الدين أي مجتمع تقنى دين مسيحي أو يهودي أو مسلم أو أي دين أو كيف يحكم الإنسان أو حزب أي مجتمع بهذه الأشياء أولها مرة أخرى العلم والتعلم الفقه والتفقه الفهم والتفاهم السؤال والمساءلة الحرية الحرية والاتمئنان العدل والإحسان السلم والأمان الورع والإيمان الاستنباط والإذعان الدليل والاستمعان القبول والإلمام المعرف والاستفهام المساواة والاحترام التقدير والنظام الجد والانتظام والمشاركة والالتظيم هذا من فكر الأفغاني ولابد أن يكون لكل هذه المبادئ اللي أنا ذكرتها دي مسارات تسير بداخلها طرق سكاك حديد تسير بداخلها هذه المبادئ وأتر والسياسات تحميها يبقى فيها مسارات وفيها أتر وفيها سياسات من شروط حماية هذه المبادئ الاجتماعية التالي اسمعوا للتالي دي أول حاجة المحافظة على مدنية الدولة ومنع أمننتها وعسكرتها منعا تاما منعا تاما منعا تاما المحافظة على مساحة الحريات المدنية المواطنين الالتزام بتطبيق هذه المبادئ القاعدة اللي هي إيه الاكتهاد القائم على إيه العلم والمعرفة والخبرة الابتكار والاختراع والإبداع القائمين على التفوق على التقوى والورع والعلم والمعرفة والحاجة المجتمعية والعوز عدم الاقتصاء أو الاضطهاد الأقليات والعرقيات وأبناء الثقافات والعقائد الأخرى مشاركة وتمكين الشباب والنساء في إدارة المجتمعات أقول لهم تاني كيف نحمي هذه المبادئ داخل المسارات وحطتها بأطرة وسائلات من أسائها كافة حمايتها محافظة على مدينة الدولة ومنع أمننتها وعسكرتها المحافظة على مساحة الحريات المدنية المواطنين الالتزام بتقبيق المبادئ القاعدية والتي منها الاجتهاد القائم على العلم والمعرفة والخبرة الابتكار والاختراع والإبداع القائمين على التقوى والورع والعلم والمعرفة والحاجة المجتمعية والعوز عدم الاقتصاء أو الاضطهاد لأقليات والعرقيات وأبناء الثقافات والعقائد الأخرى مشاركة وتمكين النساء والشباب في إدارة المجتمعات ده استنباط من الفقه الفكر المجتمعي الذي أتى به السيد جمال الدين أفغان السورة دي طبعاً أنا سمتها يوم أمس 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 في الآخر في أربع مكونات مكون الوطن اللي بتأرمز إليه بالشجرة المثمرة اللي فيها ثمار مختلفة في نفس الوقت فيها ثمرة زرقة وثمرة صفرة وثمرة حمرة وثمرة خضرة مثل كلمة طيبة كشرة طيبة قطوها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين يعني عليها ثمار مختلفة في كل فاصل مختلف إيه دي الثمر ده الوطن يبقى الوطن هي الشجرة نمرة اتنين الشهوة هحط لها في القرة والمثل أنا ضربته وأسهر الشهوات أنا كلمت على إن هي الشهوات الجنسية اللي يبتمثل بالأحمر الشفاف اللي قدام كده يبقى ايه آآ آآ نمرة اتنين نمرة ثلاثة اللي هو الفقيه العالم المجدد المجتهد جمال الدين أفغان دوت تات مكونات آآ في الصورة بتاعتنا إنه هو الوطن وحب الوطن المثمر واحترام العلماء وأراءهم مجدين وكذلك كبح جماح شهواتنا اللي بتأخذ أو تضرب شكرا الشاب السوري اللي هو مات في مصر أي من الحملة الفرنسية آآ الحلبي سليمان الحلبي طرب لازهر قاعد يا سيدي عالكورس متعالي قابلني بعدها أما الجانب الثالث من المحاضرة ومن الكلمة اليوم اللي بيحب الوطن أنا لن أتحدث اليوم عن تعريف الوطن أو الدولة أو المجتمع كلمت عن كلمت كثير قبل كده اليوم هتحدث عن كيف نبني هذه المنظومة الصناعية حب الوطن أول حاجة الأسرة الصغيرة بتاعتنا أنا بتتجوز مين أنت بتتجوز مين لابد أختار من أتزوجه أو لابد أن تختاري من تتزوجه هذا هو الخطوة الأولى في بناء حب الوطن هل أنا بحب الوطن ولا لا عشان ابني وبنت تحب الوطن وهكذا اختار الفرد من شريكة حياتي أو شريكة حياتية هذه الخطوة الأولى فلقد نهان موسفى صلى الله عليه وسلم عن الزواج من خضراء الدمن خضراء الدمن دي البنت اللي كلا وما خضراء الدمن يا سرعة خالر المرأة الحسنية في المنبة السوق أو حتى يكون رجل رجل شكله حلو وجميل كده لكن برضك نفس المنبة السوق لحديث ضعيف ولكن بيدي معنى مجتمعي لاختيار كافية اختيار الزوج فإن أحب الآباء الأوطان أحب الأطفال الأوطان لأن الجنين في رحم الأم يدرك ما تحبوه أمه وأبيه وتأثر بالحديث الدار بينهم هتزعه مع بعض حيسمع هتخنق مع بعض حيسمع حتى يتأثر بنوع بأنواع الأكل المختلفة اللي احنا من كلها ولمع الشراب المختلف والدخان بيأثر على الجنين كذلك ويتأثر بحزبانهما وبان أصدقائهما وأقاربهما وجلالهما في مجتمعهما الصغير ويتأثر أيضا إلى ما يسمعوا وراء منهما في مجتمعهما بعد أن تردهم ويشبح لحمة حمرة كده بردك في عالم عايش في عالم آخر يعني هو في عالم الجنين ثم في عالم الحب وعدم الإدراك وعدم التحدث فكل هذه بيكون ذاكرة مؤسسية في مخه تأثر على نفسه في المستقبل حتى أرى مستطع أن يعبر عن نفسه بالكلام دي الأسرة الصغيرة الأسرة كبيرة لها الجران والعمام والخلان إلى آخر إلى آخر إلى آخر المجتمع الصغير لم تعيش في له الدولة والحكومة الدولة فعلا حريصة هي والحكومة في حب الوطن ولا بتسأل الوطن هنا أصلا تسأل الوطن هي أصلا مؤسسة دولة التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية والتشعية والنيابية والقانية والدرامية كل هذه الأشياء مماشية كده وفق منظومة لحب الوطن والشعراء والفنانين والأدباء مش بس يكونوا ماشيين وراء الأرشنات اللي بيأخذون من الحكومة والرياضيين والرؤساء القبال وعشال وعقلات كذلك رجالة الأعمال هل هم بيمتصوا دماء الوطن والمواطنين ويعاونوا حكومة باغية طاغية ديكتاتورية ولا هم بيواعدين نفسهم عن هؤلاء كل هؤلاء الناس هم عليهم مسؤولية في صناعة منظومة حب الوطن حب الوطن صناعة لمناخ عشان المناخ ده اللي مثلا متعالنا في محايا ما مناخ البحر قبل متوسط في مناخ قاري في مناخ جنوبي وهكذا حب الوطن صناعة مناخ تنبت في داخل هذا المناخ أشجار مثمرة تجعل هذا المناخ ها يخرج بذور ثماره أو ثمار هذه هذه بذور هذه الثمار وتكون قادرة على تحويل كل أراضي الوطن إلى غابات حب الوطن صناعة مناخ تنبت فيه أشجار مسمرة يجعل بذور ثمارها قادرة على تحويل أراضيها إلى غابات كثيفة مغائل بديعة حيوات متناسقة ثقافات متنوعة قيم متماسكة مبادئ راسقة أخلاق متغافرة وسبل معبر عن حب ساكني هذه الغابات والمراقل والأوطان لأبناء السبل من الفقراء والمساكين والغارمين والمصدعفين من اللاجئين والنزحين والمشاردين وأصحاب الكوباوت والعصرات والفقار ده هو المناخ يعني حب الوطن صناعة مناخ يخرج هذه المنظومات اللي هنشافر فنرى داخل منظومة صناعة حب الوطن البديعة هذه قدرة الخالق على كمال الإبداع أنه هو الكامل وعيد في خلق خليقة خلائقه الخلاق البديعة وهي تعزف متناسقة ومتناغمة مع بعضها بعض سنفونية معزوفة جمال الحياة وكمال وجود وكمال خلوط خالق الحياة فنرى داخل منظومة صناعة حب الوطن الحب هذه البديعة قدرة الخالق على كمال الإبداع في خلق خليقة خلائقية الخلاء خلق خليقة خلائقة خلائقته الخلاقة البديعة ويتعزف متناسقة ومتناغمة بعضها البعض سنفونية معزوفة كمال الحياة وكمال خلوط خالق الحياة فهل سننجح في صناعة حب الوطن هذا يا شباب أم لا ننتقل الرسالة عشان نخدم معكم نقشنا اليوم هذه الثلاثية المجتمعية التي ليست بجديدة عليكم فدائمة التكرار والحدوث وليست بمستحدثة أو مبتكر من شخص أو دولة أو إلى خلال الكلام ده مكتوب من زمان والناس بتكرروا كل شوي كما أننا نعلم يقينا أن الشاع هو غريزة فطرية الحفاظ على التناس من أجل الحفاظ على بقاء الخلاق وقد هدان الله سبحانه وعلى ثم رسله والمسلحين ثم من بعده إلى وسائل كبحها وتنظيمها من أجل الحفاظ على الجنس البشري وكافة الخلاق التي خلقها الخالق لخدمتنا ومعاونتنا في بلاء منظومات الخطوات المجتمعية المحيطة بها ببناء منظومة الحيوات ولاسة الخطوات هنا خطأ في الكلمة أولا تاني كما أننا نعلم يقينا أن الشهوة غريزة الفطرية الحفاظ على التناس من أجل الحفاظ على بقاء الخلاق وقد هدان الله سبحانه وعلى ثم رسوله من بعده صلى الله عليه وسلم مع رسوله صلى الله وتنظيمها من أجل الحفاظ على الجنس البشري وكافة الخلاقة التي خلقها الخالق لخدمتنا ومعاونتنا في بناء منظومة الحيوات المجتمعية المحيطة بنا وليس الخطوات المجتمعية فعلينا يا شباب أن نتحكم في غرائزنا ونحولها إلى طاقة إيجابية نحمي بها مجتمعاتنا نحافظ بها على مقدرتنا ونبني بها مستقبل شعوبنا علينا أن لا نحول حبنا إلى الأشياء إلى رغبة ثم شهوة ثم عمل فقط بحق الأصحاب الرغبات شهواتها أن الرياضة والفنوة الأعمال الأدبية في أصلها مباحة إلا إذا تعرضت مع شرع الله أن دعم هذه الأعمال بما فيه المجتمعات ويجعلها تتقدم سهول مجتمعات الأخرى مباح أيضا في حدود الشرع ثم الأعراف والقيام والتخاليد المجتمعية أما الإهدار والإسفاف في صرف الأموال وإن كانت خاصة به أو بياب فهو عمل مكرون يسر إلى الحرمانية خاصة حينما ينظر المرء منا إلى مئات الملايين من المرضى والفقراء والزوعة من أبناء البشرية المشردين والنازحين واللاجئين ويصبح لزاما علينا أن نوازن بين ما تحتاجه مجتمعاتنا وما نحتاجه نحن لإشباع رغباتنا التي لا تتعارض مع شرع الله وقيم أديامنا وأخلاق ثقافتنا وإحتياجاتنا وإحتياجات مجتمعاتنا وما تحتاجه الشعوب والمجتمعات أخرى فنحن لا نحيا فوق هذا الكوكب وحدنا ومع ذا عنا أخير واضح الأمر يا شباب أما الإهدار والإسفاف في صرف الأموال فهو عمل مكروه يصل إلى الحرمانية خاصة حينما ينزل المرء مننا إلى مئات الملايين من فقراء المرء لسه مش لقى تأكل مش لقى تلبس مش لقى تسكن مش لقى تعالج نفسها وإحنا عاديم منصرف مئات الملايين على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا ليش بقى رغباتنا وشهواتنا إن أكبر الكبار هنا بقى دي مهمة جدا 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 أكبر الكبار في نظري أنا وكذلك في نظر الإمام رحمة الله عليه الإمام الأفغاني رحمة الله عليه إن أكبر الكبار من الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب والمجتمعات والأوطان هي أن يحكمها ويتحكم فيها من من يحملون السلاح وإن كان هذا السلاح حجراً أو حجراً يروع به الأمنين أو يروع به الأمنين إن من أكبر الكبار رأيه الشخصي ولا استيقظ استنبطته من فكر ملعون في دين الأياء الأديان الذي تحدث عنه المجدد جمال الدين الأفغاني إن من أكبر الكبار أكبر الكبار من الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب والمجتمعات والأوطان هي أن يحكمها ويتحكم فيها من يحملون السلاح وإن كان هذا السلاح حجراً يروع به الأمنين من أبناء الشعب المسلمين وإن من خصائص وظائف من يحملون السلاح في هذه المجتمعات هو الإفاظ على الأمن الداخلي للوطن والمواطن بمحاربة القريمة والمجرمين وحماية الأمن الخارجي للوطن والمواطن بحماية حدودهم من أعداء الخارجة ووظفة بتاعتهم إذا كانوا يحملون السلاح فهذه وظفتهم لكن لا يحمل السلاح ليحكموا به ليحكموا به من كان هذا السلاح حجراً إن من يحمل السلاح لن يكون قادراً على أدارة نقاش سن قوانين وضع وصياغة تشريعات معرفة حاجيات ومطلبات المجتمعات ورؤية أفاق مستقبل الأجياء القادمة إن السلاح آلة إرهاب وترويع وهدم وضمار وليس آدات أمان واطمئنان ووؤام وبناء أولا تاني إن من يحمل السلاح لن يكون قادراً على أدارة نقاش سن قوانين وضع وصياغة في التشريعات معرفة حاجيات ومطلبات المجتمعات ورؤية أفاق ومستقبل الأجياء القادمة إن السلاح آلة إرهاب وترويع وهدم وضمار وليس آدات أمان وأطمئنان وبناء فالسلاح يجعل من رحابة الأرض سجناً تلد الوليد فيه الحبلة ذعراً ومن عنان سمائها برقاً يذهب الفرحين بنور ديائه رعباً يبني فيها المسلحين سجناً لا يسمع من بين جدرانه فكراً نتقى فيها الوليد نقراً إلهي ما وجدت في أحشائي أم سجناً يعني وجد السجن حينما خرج من أحشائي أم السلاح يجعل من رحابة الأرض سجناً تلد الوليد فيه الحبلة 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 ذعراً تبقى خايفة ومن عنان سمائها برقاً يرهب الفرحين بنور ديائه رعباً يبني فيها المسلحين هؤلاء سجناً لا يسمع من بين جدرانه فكراً نتقى فيها الوليد نقراً ومستنكراً ومستنكراً إلهي ما وجدت في أحشائي أمي سجناً يا شباب الوعي نعلم جميعاً بأن بناء السجون علامة قاطعة على ضعف السجاني المسلحين الذين يسجنون الأنفس في الصدور الأفكار في الأفئدة الضمائر في السرائر الإبداع في العقول الابتكار في الأحشاء التجديد في القلوب وبناء النهضات والحضرات في غياهب الأزمنة أولاً ثاني وثالث ورابع إن بناء السجون علامة قاطعة على ضعف السجاني المسلحين الذين يسجنون الأنفس في الضماء في الصدور الأفكار في الأفئدة الضمائر في السرائر الإبداع في العقول الابتكار في الأحشاء التجديد في القلوب وبناء النهضات والحضرات في غياهب الأزمن يا شباب حذاري 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 أن تصبحوا أنتم سجاني الغد فلا تعتمد السلاح أدا الصدام وصيلة السجن أمناً والإرهاب ودناً أبداً لا تشرع سلب الحريات وأد الأفكار تكميم الأفواه لا تخر الظلم لا تتبعوا نفاق المنافقين وتدليس المدنسين بل تتبعوا الحق وأقيموا العدل ومنح الحريات لا تنسوا الفضيلة وتستمروا الرزيلة لا تغفلوا عن المعاناة وتنشروا التغيان لا ترفعوا الواء الكذب والزور وارفعوا الواء العدل والإنصاف وإن أعلم أن الوطن ذخر المجتمع حسن الشعب ستر فأحب الأوطان واحتموا بمجتمعات واستطلوا بأخوانكم من المواطنين حذاري أن تصبحوا سجياني لغد حذاري فلا تعتمدوا السلاح أداه الصدام وصيلة الشجن أمنا والإرهاب ودا لا تشرعوا سلب الحريات عشان مصلحتكم وعشان سلطتكم وعد الأفكار تكميم الأفواه لا تقروا الظلم وتتبعوا نفاق المنافقين وتدليس المدنسين المندسين والمدلسين بلتتبعوا الحق ويقيموا العدل ومنح الحريات لا تنسوا الفضيلة وتستمروا الرزيلة لا تغفلوا عن معاناة وتنشروا الطغيان لا ترفعوا الواء الكذب والزور وارفعوا الواء العدل والإنساء ونعلم أن الوطن ضخرا أن المجتمع حصنا الشعب سترا فأحب الأوطان احتموا بمجتمعات واستطلوا بإخوانكم المواطنين أيها الشباب هذه الرسلاتي إليكم ما بين لعانات الأفغاني الإمام المجدد وما بين التحكم الشهوات والرغبات وما بين بناء بناء وحب الأوطان جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم وأذكركم من ربنا ندعو لأهل تونس والأهل الجزائر لأهل تونس بالاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي وكذلك أهل لبنان بعد تفجير الأخير عزو بالله وكذلك لأهل أفغانستان بالتغير السياسي السلمي الذي يحدث الآن وهتستقر الأمور وتكون مشاركة لجميع المواطنين الوطنيين في سلطة إدارة البلاد وندعو لكل الشعوب التي تعاني من ويلات الحروب ومن ويلات حرائق الغابات فيها في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا جزائكم الله خير وغدا إن شاء الله هو يوم عشراء وإن شاء الله نلتقي بكم جمعة نفس المحاضرة للغة الإنجليزية ومستعدين لتلقي اختراحاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته